أعلنت قوات وخفر السواحل الإيطالية عن تمكنها من إنقاذ 900 مهاجر غير شرعي وانتشال 7 جذذ في ثمان عمليات إنقاذ جرت في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية وقال بيان أصدرته القوة الإيطالية إن المهاجرين غير شرعيين انطلقوا على ما يبدو من الساحل الليبي متجهين إلى إيطاليا على قوارب مطاطية وإن الجذذ التي انتشرت عثر عليها على متن أحد القوارب واعتبر بيان القوات الإيطالية أن عملية الإنقاذ تعد الأكبر من نوعها في إيطال عملية صوفيا لمكافحة المهربين الليبيين الذين ينقلون المهاجرين نحو الشواطئ الإيطالية وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من صدور بيان عن وزارة الداخلية الإيطالية قالت فيه إن أعداد المهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا تراجعت بنسبة 30% في الأشفر الثمانية الأولى من العام الجاري وإن شهر يوليو كان الأفضل من حيث تراجع أعداد المهاجرين وأعادت الداخل الإيطالي أسباب هذا التراجع إلى مستوى الصرامة الكبرى الذي تعاطت به السلطات الليبيا مع عمليات الهجرة التي ينطلق معظمها من السواحل الغربية للليبيا في إطار الاتفاق المبرم بين روما وطرابلس بهذا الشأن إلى ذلك أعلنت الحكومة السويسرية عن تنظيم مؤتمر إقليمي حول الهجرة غير شرعية من ليبيا قبل الخامس عشر من نوفمبر الجاري بمدينة بيرن السويسرية وسيناقش مؤتمر بيرن التدابير الخاصة بحماية المهاجرين واللاجئين في ليبيا والإجراءات الواجب اتخاذها تجاههم ويشارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن الجزائر والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا ومالي ومالطا والنيجر وسلوفينيا والشاد وتونس وكان بيان سابق لمنظمة الهجرة الدولية قال إن ثلاثة آلاف مهاجر غرقوا أو فقدوا في عرض البحر المتوسط خلال الأشهر العشرة الماضية من العام 2017 فيما وصل إلى أوروبا خلال الفترة نفسها 150 ألف من المهاجرين غير النظاميين اشتركوا في القناة